ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا يا بي؟ هو انت بشي طول قليك ترتاح؟ انا خلاص خفيته وقاللي خلاص ما تاخدش دول هو ام وابو مش نوين رجعوا مصفر الو من دول ولا ايه؟ المفوض ان هم ارجعوا النهاردة يلا اطلع فوق يلا يلا روح نادل ده ده امينة ايه وقتنشي وتسيبني ماشي؟ يا ابني ده كلام رجالة هو كلام عيال زيك؟ طبعا حاستناك ماشي اكيد انت ده 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 امينة خير كنت عايزني فيه؟ بدلع انت يا بابا يا بابا اعمل ايه يعني؟ عندي حفيد بدلعه ما انت لو كنت صبرت في جواستك ولا ماشيت في جواستك كان زماني عندي حفيد تاني بدلعه ماما الاتنين لكن انت بقى اشتريت دماغك وسبت امراتك ولا جبت لي حفيد ولا احزنون واخوك التاني سائب ابنه عيان وسارح هو امراته في البلاد فالصحه انا مليش دعب اخوي اما بالنسبة اللي انا فيه فكل شيء اسمه نصيب نصيب؟ كل حاجة كينا نهلاها نصيب نصيب يعمل ده عدم مسئولية مهمة كنت عايزي فيه كنت عايز حضرتك بعد اذنك يعني تعيد نظر في موضوع مزارع الشرق دي بابا مزارع الشرق دي هتكسبنا مكسب رهيبة هتكسبنا اضعاف اضعاف ما هنكسب من اي مزارع تانية احنا ممكن يكونوا بتعامل معاها انا عارف انا عارف انا عارف ان مبلغ اللي هم مقدمينه كبير اوه بس مسألتش نفسك ليه هم مقدمينه اي متل اسعار دي انا اقول لك ليه الناس دي بتدي البهائم بتاعتها هرمونات ايوه ممكن الانتاج يزيد ومكسب تزيد لكن القلبان اللي هتطلع من المصانع بتاعتنا هتقومي مش بالجودة اللي احنا هنزن يا بابا مزارع الشرق دي بتتعمل مع مصانع كتير قوي غيرنا وما اسمعناش عن حد يعني حصل له حاجة الناس مقدمين لنا العرض من بدري جدا وانا شايف ان احنا وصلنا الافضل سعر معاهم واقولك ايه انا مش هفرح بالشوية الملايين اللي هاخدوا من وراهم انا هميني سمعتي انا مش في الاخر حد يعيه ولا يموت ولا يجرالوا حاجة وخش انو انت السجن هلا فرحان يعني انا سعيتها ولا عامل ايه ايوه بابا بس برضو يعني واتشت ما تخليش حاجة تفوتك